تلقى رئيس عبدالفتاح السيس اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء الدينمارك ماتا فريدريكسن تناول التباحث بشأن تطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدا الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسيع دائرة الصراع لما في ذلك من تدعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار بالإضافة إلى أولوية تحتين الأوضاع الإنسانية بالقطاع هذا وأكد الرئيس سيسي أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة وقد أعربت رئيسة الوزراء الدينماركية عن التقدير الكبير للجهود المصرية الحفيثة المبدولة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام في حين شدد السيد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الكهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدة الإنسانية والإغاثية العاجلة وضمان نفاذها إلى قطاع غزة وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة ترجمة نانسي قنقر